أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ملتزمون بقواعد المنافسة العادلة حيث تقوم الشركات تابعة له بتزديد كافة مستحقات الدولة فيما يتعلق بتكليف المياه والكهرباء والضرائب وغيرها وفي مداخلة خلال افتتاح المرحاة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية سايلو فودز بمدينة السداد قال الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الحكومة مستعدة لطرح المزيد من الشركات بالبرصة أو طرحها للشراكة مع القطاع الخاص الذي يمكن أن يسهم بشكل إيجابي في ذلك الإطار بعد أن تحقق الهدف الرئيسي من هذه الشركات في توفير الانتاج أنا بقول الكلام ده لحضراتكم وللناس في مصر كلهم الكلام ده معروف للينا يعني دكتور مصفى عارفه ووزير المالية عارفه والكهرباء عارفه ولكن ساعات بيبقى فيه محتاجين نحن نقول ده ونأكده ليه عشان يقولك يعني الفرصة اللي الجهاز واخدها مش واخدها الناس الثانية ممكن تكون الكلام ده في حاجات في بعض الموضوعات يعني إيه؟ يعني في القدر على أنه هو للنفاذ لتنفيذ القرار ممكن يبقى أسرع لكن ده مش معناه على حساب المنافسة الحقيقية في تكلفة الانتاج والتجريد مش كده أوليد؟ زي لزي القطاع الخاصة فأنا أنا حبيت بس أقول دي ومعروف ده في الاعتبار برضو تاني احنا منزلين يا دكتور مصفى شركتين مش كده للأطرحات ومستعدين ننزل كل الشركات وأنا قلت الكلام ده من يمكن سنة ونصف إلى سنتين ومش بس كده وبرضو مستعدين للشراكة وبالتالي لما ييجي النهار ده يبقى معنا قطاع خاص حيضيف أكيد حيضيف حوكامه أكتر أداء أفضل فأحنا ما عندناش مشكلة في أن احنا كدولة مش بس حتى في الجهازة يا دكتور لا احنا بنتكلم حتى في كل مؤسسات وشركات القطاع العام